الملف الإقليمي واضح أنه مؤخرا يعني بضوء الانسداد بالملف الرئاسي فيه مناخ عم بينقال أنه كيف ممكن ينكسر استاتيكو الفراغ اللي موجود حاليا بظل عدم وجود دينامية داخلية للذهاب بهذا الاتجاه أو ذاك وخصوصا دينامية قد يكون قادر يطلقها تحديدا الثنائي الرئيس برن معطل عمليا بضوء تعطل الحوار وحزب الله ما أطلق دينامية حقيقية لتسويق اسم مرشح السلامية فرنجية سياسيا وإعلاميا بعضه مرشح مضمر غير معلن بظل هذا الواقع الانسداد شو اللي ممكن يكسر هذا استاتيكو الفراغ القائم فيه مناخ أنه إذا صار فيه خرق بالمناخ الإقليمي تحديدا عم نحكي بالملف اليمني ومش عم نحكي عن هدنة نحن عم نحكي عن تسوية بالملف اليمني إذا انعكس هذا الشيء بالحوار السعودي الإيراني وفيه حكي عن جولة سادسية ستعقد فيه بغداد على مصابة وزراء الخارجية فيه أيضا حكي عن الزيارة لوزير الخارجية السعودي إلى دمشق هون بين مزدوجان يعني الإعلان عن الزيارة من قبل دوائر سورية أثر سلبا على الزيارة وربما تأخرت بسبب هذا الإعلان هذا الاعتبار فيه كمان اجتماع أمن أمريكي خليجي سيعقد في شهر أذار وسيعطى طابعا مهم هذا الاجتماع الخليجي الأمريكي كل هذه المعطيات وفيه اجتماع رباعي قد يعقد فيه موسكو على مصابة وزراء خارجية روسيا سوريا تركيا وإيران إلا المرة الماضية وستدعى المرة إيران لهذه المنصة الثلاثية هذا المناخ كله على بعضه ممكن يعمل مناخ يرتد على الواقع اللبناني لمصلحة سليمان فرنجية هذا في حال هذا المناخ كان إيجابا إذا لم يتطور إيجابا وستمر الإنسداد عمليا أنت بتظلك بحالة الفراغ والأزمة جانع عزيز المناخ الإقليمي ربطا بالداخل اللبناني ماذا لديك من معطيات أو قراءات خلينا توقف أول فيه عند مفارقة بالدحك أنه بالوقت يلي المسؤولي حزب الله عم بيقولوا علنا وبصوت صارخ أنه نحن ما بنقبل أنه رئيس جمهوريتنا يسميه الخارج كل الجو المحيط بحزب الله عم براهن على الانفتاح الخارجي ليجيبهم ورشحهم الرئيس الجمهورية فهيدي هم مفارقة وعم بتوقع هذا الخطاب بالتناقض أكيد هذا الخطاب أخذ ضخة أكسيجين باللي أطلقوا من كم يوم موعع استخباري اللي هو إنتاليجنس أونلاين عن شحنة المساعدات الإنسانية السعودية إلى حلب وكيف أنه توليها مركز الملك سلمانيا اللي بيرأسه مستشار بالدوان الربيعة وكيف أنه أحد رجال النظام السوري فارس شهاب كان عم بيستقبلوا بحلب عمروا من هاي مقايضة أنه صار فيه زلزال تنعطيكم رئيس جمهوري يعني أول شي هاي مقايضة مهينة للبنان ولللبنانيين ومهينة لفريق حزب الله ومهينة لمرشحه إذا عنده مرشح فمشين هيك بعتقد أنه فيه كتير من الأوهام عم تتصاحب مع عملية تهويل وتهبيط حيطان أنه لأ خلصة العملية وخلاص حصل الانفتاح على سوريا وستقبض سوريا هذا السمن مقابل أسمن أخرى هون فيه ملاحظتين ملاحظة الأولى أنه باليمن مش صحيح أنه السعودية عم تقبض لتدفع بمكان آخر فيه تسوية وتسوية يبدو مالية وبلشت بأول تحويله بمليار دولار على الخزينة اليمنية وبالتالي مش واضح إذا المعادلة هي بتقبض السعودية باليمن لتدفع في مكان آخر إذا وفقوا بأنه رئيسنا بيدفعوا حقه الخارج النقطة الثانية أنه المبادرة الفاعلية هي اللي حملها الوزير الخارجي الأردني أي من الصفضي إلى دمشق ويلي كان كل المعلومات الدبلوماسية ببيروت أكدت أنه هناك أربع نقاط عم بيترحوها العرب على النظام السوري كانطلاقاً لمبدأ الخطوة خطوة في الانفتاح واحد عودة النازحين اثنين الحل السياسي على أساس الأراض اثنين اثنين خمسة أربعة ثلاثة وقف المخدرات والكبتاجون وأربعة النفوذ الإيراني فمشان هيك أنه العملية لا تزال معقدة في الخارج ومن الوهم أنه نبني في حدا كمان اجتماع باريس يلي منتظر أنه ينتقل على مستوى وزراء الخارجية بس مأخر لنسان